اشتركوا في القناة ابحث عن اي دولة تستحق الهجرة الها واللجوء الها اليوم انا رح اتكلم عن برنامج اسمه برنامج الطيار للهجرة التجريبي للمهن التي يصعب ايجادها في مقاطعة سكشوان طبعا رح تقول لي هذا الاسم مش طولة رح اقول لك هو اسم البرنامج اسمه الطيار التجريبي للمقاطعة سكشوان الى شنو المهن التي يصعب ايجادها في سكشوان يعني المصانع والشركات محتاج عمال عمال من كل الانواع لا تفكر انه يريدون مهندس او بروفيسور او عالم نووي لا يريدون مهن مهن تعليمية ومهن يستفادون هم منها بشركاتهم اما مقاطعة سكشوان هي مقاطعة كندية تتكلم اللغة الانجليزية ولازم بها هم لغة فرنسية يتكلمون لان هي المقاطعات كندا كلها اللغة الرسمية الاولى الانجليزية وثم الفرنسية راح تقولي اللفظ غلط ما الاسم سكشوان انا راح اجاوبك هم نفسهم العايشين داخل المقاطعة كل الشخص يلفظ اسم المقاطعة حسب اللكنة مالته فلا تقولي انه لا انت نطقتها بشكل غلط او نطقتها بشكل صحيح يعني حتى مقاطعة كبك باللغة الانجليزية او مناطق الفرنجليزية يسموها كويبك والفرنسية يسموها كبك خلينا على موضوع المقاطعة والمهن هذا المسار التجريبي الطياري للهجرة فتح في بداية ديسمبر 2021 فتحه وهسه صار التطبيق بيه هذا شنو يبحثون عن مهن هم محتاجيها لشركاتهم يعني شركاتهم تتقاعد مياهم تجيب لهم عقود يابا هاي المهن اللي تريدوها هاكم هاي العقود العمل وهاي اصحابه وروحوا وشغلوهم بس المشكلة قالت المقاطعة الفيدرالية قالت احنا مشكلتنا نفس النظام وهم رح نرجع هم نفتح اعلان وهم نفتح باب التوظيف وهم رح نفتح هم عن طريق المكتب لو تشغيل لو الشركات لو تعال قدم على الفيدرالية بس ليش ما احنا نسوي بغير الشكل نسويها للاجئين واللي اللاجئين لعدهم مهن وهمنا للعمال او الاشخاص العاديين لعدهم مهن يعني احنا نستفاد بالحالتين نستفاد من اللاجئين يجون يشتغلون وما يكلفون فلوس وهم اللاجئين يستفاد يجي بعائلته ويجي يعيش بكندا وهمنا نفتح باب ثاني هو باب المهن العادية هم يجون يقدمون عليه فقالوا صح احنا اتفقوا على هذا الموضوع بس شلون يفتحون باب للاجئين يقدمون على هاي المهن اللاجئين اللي عايشين مثلا في تركيا اللي عايشين في مصر اللي عايشين في لبنان اللاجئين مثل السوريين العراقيين الصومانيين الليبيين هذولا يمكن حتى جوا السفر معاعدهم هذولا هم يريدون يشتغلون فهم هنا قررت الحكومة الحكومة الفيدرالية للمقاطعة انهم تعال خنسويها هذا البرنامج بس شلون رح يسجلون بهذا البرنامج فسووا الشراكة و هي منظمة المنظمة اسمها تي بي بي انا شارح على هالمنظمة قبل ثمانة شهر همينا هاي المنظمة موجودة هاي المنظمة دولية كنديية لتشغيل اللاجئين فسووا اتفاقية هوية مقاطعة سكشوان قالت لها سكشوان انا عندي مهن و محتاجة عمال و عمالة ليش ما تدوي جي بيلي من اللاجئين واني هم نفس الطريق بنفس الاتجاه اروح اسحب عمال عاديين يعني مثلا تكون جزائر من المغرب من تونس هذولهم ملاجئين و ما لهم ببند مسجلين بالأمم المتحدة تاحد بند اللاجئين بس همين يستفادوا منهم هاي المنظمة الاسمها تي بي بي وافقت على هاي الشراكة هي منظمة دولية كنديية طبعا هي جزء او عدها شراكة اوية الحكومة الفدرالية جيستون ترودو ووزارة الهجرة والمواطنة وهسا عدها شراكة جديدة وية المنظمة اوية المقاطعة هي شو سوي هاي المنظمة هاي تجيب شغل تجيب انت تروح السجل بيه انت لاجئ في تركيا او في انت في سوريا ولكن اللاجئ مهجر من مكانك هم تقدر السجل بيه هاي ما تحتاج جواز السفر هاي المنظمة هي اللي سواها من اللاجئين لان اللاجئين مو دائما عندهم جواز السفر فهي تنظم لك اوراقك وعقود العمل وية الشركات في داخل سكشوان وتاخذك من مكانك وتوديك الى المقاطعة في سكشوان الاتجاه الثاني من العمالة هو نفس البرنامج انه تقدم على الصفحة الرئيسية او الصفحة الحكومية او الصفحة الرسمية الحكومة مقاطعة سكشوان على هذا البرنامج على هذا التايار التجريبي المهن المهن شنه هي المهن المهن اللي يريدوها اللي كاتبين عليها المهن اللي يصعب ايجادها داخل المقاطعة انت لا يرح بالك لابعيد يعني تتخيله انه يريد مهندس نووي او مخترع ذرة او مخترع السيارات لا 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 ولا هذا الكلام كله هو يريد منك مهن مثل ممرض مساعد تمريض ممرضة سائق شاحنات بناء عامل مزرعة عامل حصاد عندك هواية اشياء يعني هي اكثر من عشرين مهنة انا عدد لكم جم واحد منهم مثلا عندك مصانع عامل مصانع تعليب عندك لنجار وكل المجالات هما يردون بكل المجالات مو مجال واحد هي اكثر من عشرين مهنة مو اكثر مو عشرين مكان لأ عشرين مهنة سائق شاحنا طباخ مساعد طباخ هاي كلها هما يردوها انت تروح تقدم وين تقدم اذا كنت كلاجة وتحسب نفسك كلاجة فتروح تقدم على المنظمة تي بي بي هاي المنظمة موجودة في تركيا موجودة في مصر موجودة وين بعد في الاردن موجودة في لبنان هاي المنظمة بس هاي مثلا انت عايش في في تركيا في غاز انتبه هي المنظمة مقرها في انقرة يعني انت تاخذ مسافة 3 اربعة تيام سيارة على ما توصلها لا فتقدر همينة تقدم عن طريق الانترنت لهاي المنظمة تترسل الاستمارة وتقدم المهنة مالتك حتى تشتغل بها حتى هما يوافقوا لك تيجي يدزو لك رسالة انت تقدم عن طريق هاي المنظمة بس تجيك رسالة من مقاطعة سيك شوان تقول لك انت اهلا وسهلا بك على استمارة التقديم انت قدمت عن طريق منظمة التي تي بي واذا كنت يعني عام العادي انت ملاجئ تقدر تقدم عن طريق المنظمة او عن طريق الصبح الرسمية للحكومة نكمل كلامنا على الشروط احنا هسا حتشينا شكيفية التقديم وحتشينا الشرط الاول ما التقديم نبدأ بالشروط الثانية الشرط الثاني يقول لك كشف حساب بنكي كشف حساب بنكي شنو الكشف الحساب البنكي معقول اكو كشف حساب بنكي لا مايريدوا منك كشف حساب بنكي ماكو اصلا شرط لطلب الكشف الحساب البنكي انتك هلا اجي شتجيب لهم كشف حساب بنكي وهما يتقلوا لك فهم مايريدوا منك اصلا كشف حساب بنكي. شهادة علمية اذا كنت خريج اذا كنت خريج وتتداوم او تقدم بالشهادة مالتك بوظيفة الشهادة مالتك التخريج بيها فلازم تقدم شهادة علمية. واذا ما عندك شهادة علمية ات عندك بس مهنة. فشرط المهنة كاتبي لك راح اقول لك يا كما هي مكتوب. متطلب خبرة علمية. خبرة علمية اقل شي سنة او خبرة عملية لمدة ستة شهر. يعني اذا عندك شهادة او تريد تشتغل بشهادة علمية. اقل شي سنة تكون مش تغلب هاي الشهادة. واذا ات عندك خبرة عملية يعني انت مش تغلب هاي الشغلة. بس ما عندك شهادة بيها. مثلا نجار بناء. عامل تصنيح. عامل تغليف. عندك شي سموح. اه مزارع. عامل مزارع. عامل حصاد. هاي كلها المهنة عادية. هاي لازم يكون عندك بيها خبرة المدة ستة شهر. وعندك النقطة اللغة والاهم منها هي شهادة اللغة. وقبل ما اقول لكم على شهادة اللغة. اذا تريد شنة تتقدم على هالة او تقدم على اي وظيفة او هجرة الى كندا او اي دولة اخرى. فاحنا بالعراقية عندنا مقولة يعني داما نقولها بالعراقية. صف النية حتى ربك يباوع عليك. هي باللهجة العراقية الدارجة. فان يعني اكل العراقيين هستفتهموها. فانا اشرحها اللي مفتهمها اللي ما يعرف اللهجة العراقية. صف النية حتى ربك يباوع عليك. يعني صفي لب قلبك حتى ربك يشوفك. او حتى رب العالمين يشوفك. هاي عندنا دائما نحجيها بالعامية او باللهجة الدارجة العراقية. صف النية حتى ربك يباوع عليك. نكمل كلامنا. عندك شهادة اللغة شوف يا الله شهادة لغة هم هسا حساب بنكي ما يريدوا شهادة علمية ما يريدوا هسا نوصل لشهادة اللغة يردون منك شهادة لغة لو ما يردون منك شهادة لغة ما يردون منك شهادة لغة يردون منك تكون عندك الحد الأذنى من أساسيات اللغة الرسمية في كندا يعني الحد الأذنى يعني ما طالبي منك شهادة light list ولا طالبي منك امتحان ولا طالبين منك انه تعرف او تكون احنا نقولها بالعراق تكون بلبل باللغة لا هم يريدون منك الحد الادنى يعني هي مثلا تقول good morning good afternoon good evening my name where I live من هذا الكلام بس المهم انه تستطيع ان تقدم وتروح تقدم واطلب منك اني تقدم انا احبكم كل اش لا تنسى الاشتراك بالقناة اذا كنت تشوفني بالاول مرة ومرحبا بكم ولا تنسى الضغط على لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته